يا عم روزة خلاص يا عم روزة الحل ورق وحن والحل ما يتحقق مين اللي قال لك كده النسوان ما لهمش أمان نسوان يا رجل التيل لا في كلامك أصلنا دلوقتي يعني رايح أقابلها مرحيم السينما تفتكر ده معناه إيه معناه إيه ده انت فكرتني بزمان أيام الشقاوة أما كنت بسقط أي موزة كنت أخدها على طول على سينما علي بابا وأول ما النور اتفي الدنيا تحلو إيه اللي انت بتقوله دوت يا أخي بقولك حب ورومانسية وكده تقول النور يتفي اتقي يا أخي مفيش في جسمك مشاعر مين قال لك إن ما عندش مشاعر أزيكا ده انت حبك الكريمة ده حسسني بالمشاعر عشان كده أنا هتجوز والنهار ده دخلتي هتتجوز؟ ما أقول يا عم روزة بس أنا أعزف يعني مين اللي هتاخد عضم في قفة عضم في قفة مين أنا زي الوحش عارف سعدية اللي بتبيع الفجل والجرجير ها هيا دي فجل والجرجير ما هو ده أخرك حمار ما بتفهمش حاجة عارفة إن أنا هتجوز عند مأزول لا ما تقلقش ما تقلقش يا عم روزة مش هقول لحد يلا ألف مبروكات هاتكل أنا على الله سلاح الله مش هتجيب بقى الحلاوة بتاعة الدخلة حلاوة الدخلة لو أنا جايب لك النتيجة إيه يا عم روزة إيه بخد من اللي عليك أنا بقالك النهاردة دخلت هزيكة ماشا ماشا يا عم روزة بس بقى فتاكر أهو كف مريم كبير أهو بس يا رب يعني ترفع راسنا النهاردة هيبقى فيه زلزال في المنطقة ويمكن النور ينقطع مانيك يا سوني ايه اللي شغل بالك نفس اللغبطة اللي عندي في الشغل هو أنت يا شركس ما شفت ليش لحد دلوقتي الوادي النبطش اللي قلت لك عليه بدور اهو ان شاء الله لو لقيت هكلمك يعني بس أخو بس ما أصل الوسط بس تماما تماما ماشا عم تاني هشوف كده هو بأكلمك طيب يا تليفونك لا يا حبيب سلام عليكم يا نعيمة خفيدك شوية الليل دخل الناس زمان عاجعية حاضر يا ستة كل فاضل الركن ده وبس ماشا أنا كنت عايز حضرتك في كلمة كده عايزة فلوس ان شاء الله يخليك يا ستة هانم وانت مخلياني محتاجها حاجة أنا كنت سمع حضرتك أني انت عايزة حد يشتغل معاك أنا عندي ابن زغلول وات زي الفل والله وزغلول ده أمين وجدع كده يا نعيمة او والله العزيم وات زكي وزكي والأحليب وشاطر كده وبيفهم كل حاجة طيب و لما هو شاطر أو كده قاعد من غير شغل كل الوقت ده ليه الحظ يا ستة الكل يا ما شباب زي الورد وخرجين الجامعة وقاعدين في بيوتهم مش لقين يشتغلوا عندك حق خلاص يا نعيمة تبقي بعتيلي زغلولة عشان أشغل إن شاء الله تتحني يا ربي وسعيدك ربنا ويخليكي لينا يا رب ماشي يا حبيبتي يلا انجزي يا نعيمة الله يكرم حاضر عن إذن حضرتك